بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد نعيش إخواننا الأكارم في هذه الأيام في شهر الله المعظم شهر محرم وهو من الأشهر الحرم إن عدة الشهور عند الله 12 عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم وهذا شهر محرم هو أحدها في العاشر من هذا الشهر يوم فضيل وعظيم يسمى يوم عاشوراء يقول أبو قتادة رضي الله عنه سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم عاشوراء فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله سبحان الله صيام يوم واحد يكفر ذنوب سنة كاملة مما يدل على فضله وعظيم شأنه هذا اليوم الذي كان العرب في الجاهلية يعظمونه كما تذكر السيد عائشة أنه يوم كانت تصومه قريش في الجاهلية فصامه النبي عليه الصلاة والسلام فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه فلما فرض رمضان قال من شاء صام ومن شاء ترك وهذا يدل على أن صيام يوم عاشوراء في بداية الإسلام كان أمرا واجبا على المسلمين كما تخبر السيدة عائشة وأكد ذلك ابن مسعود وجابر ابن سمرة وغيرهم من الصحابة ولم يكن العرب فقط يعظمون هذا اليوم بل اليهود أيضا فحين قدم النبي عليه الصلاة والسلام وجد اليهود تصوم عاشوراء فقال ما هذا قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى فقال عليه الصلاة والسلام أنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر الناس بصيامه موسى عليه السلام لأنه أخ النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة وفي التوحيد وفي العقيدة ولهذا فكان الصحابة رضوان الله عليهم يتعاهدون هذا اليوم بالصيام تقول الربيع بنت معوذ كنا نصومه ونصومه صبياننا الصغار حتى أطفالهم الصغار فبعد أن كان مفروضا لا زال مستحبا هذا اليوم العظيم الفضيل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد منا أن لا نتشبه باليهود ولهذا فإنه من المستحب أن نزيد يوما قبله أو يوما بعده يقول عليه الصلاة والسلام صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود فيه صوموا يوما قبله أو يوما بعده فنصوم يوم السبت الذي سيصادف العاشر من شهر محرم مع يوم الجمعة أو يوم السبت مع يوم الأحد بقي أن نذكر هنا حادثة نستذكرها كلما مر يوم عاشوراء من كل عام حادثة أليمة تؤلم قلب كل مسلم وهي حادثة استشهاد حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين بن علي رضي الله عنه وعن والده سيد شباب أهل الجنة وريحانة النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا ولا نتجاوز أوامر الله عز وجل ورسوله أوامر الله الذي قال في كتابه في سورة البقرة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وأمر النبي عليه الصلاة والسلام اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها لكننا ونحن نستذكر حادثة الحسين نستذكر صوته العالي ضد الظلم نستذكر صوته العالي ضد الفساد نستذكر كيف أن هناك من يتجرأ على حرمات الله عز وجل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة هكذا كانت وصية النبي عليه الصلاة والسلام لكن الحسين قتل وقتل ثلة من أهل البيت الكرام يقول أحد المفكرين العظام تعلمت من الحسين أن أكون مظلوما فأنتصر نحتاج لأن نستفيد من هذا اليوم المبارك فرحا وحزنا فرحا بأن نصومه ونتقرب إلى الله عز وجل وحزنا بأن نستذكر المعاني العظيمة ضد الظلم اللهم تقبل طاعاتنا وفرج عن أهلنا في بلاد الشام ما هم فيه والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر